أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول عندها خال يصوم و يصلي ما شاء الله و عابد و كذا لكن عندها مشكلة السب و اللعن للأحياء و الأموات تقول لما أكلم و أنصح يقول مو بيدي يقول أنا هذا لكن مو بيدي أم سيف بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير بالنسبة لخالك قولي لبي أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب و لعظيمة من عظائم الآثام و وصلي لهذا الكلام بالنسبة للعن هذا محرم و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام يقول لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله فمن لعن مسلما أو مؤمنا كمن قتله و العياذ بالله لأن اللعن هو الطرد و الإبعاد عن رحمة الله عز و جل هذا هو معنى اللعن و النبي عليه الصلاة و السلام يقول إذا لعن الإنسان يعني آخر فإن اللعن تصعد إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء ثم تنزل إلى الأرض فتغلق أمامها أبواب الأرض ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا فإن استحقها الملعون الذي عفواً صد يعني وجهت إليه اللعنة استحقها إن لم يستحقها رجعت على اللاعن و العياذ بالله نسأل الله العافية و السلام رجعت على اللاعن فكأن اللاعن لعن نفسه اللاعن الآن اللي مثل خالك قاعد يلعن نفسه إذا لعن من الذي يلعن الميت الميت خلاص بين يدي الله عز وجل كل من يلعن ميت ولا يستحق اللعن فإن اللاعن ترجع عليه اللعن و العياذ بالله نسأل الله العافية و السلام لعنت شخصا قد يكون من أولياء الله قد يكون من الصالحين قد يكون بينه و بين الله خبيئة فترجع اللعن على اللاعن و العياذ بالله النبي عليه الصلاة و السلام حرم لعن البهائم بهيمة بهيمة ما يجوز الإنسان يلعنها و لما كان في الحج صلى الله عليه و آله و سلم كانت امرأة على ناقة فأغلقت الطريق دابة ما تحركت فحركتها و قالت لعنك الله فسمعها النبي عليه الصلاة و قال لا تصحبنا ناقة ملعونة يقول الراوي فأخذنا المتاع عنها و تركناها ما يتعرض لها أحد لا تصحبنا ناقة ملعونة إذا كان يحرم لعن البهائم كيف يلعن الإنسان فلذلك يقولي لخالك يتق الله و يخاف الله و الله لن يظلم إلا نفسه ما يظلم إلا نفسه لعن المسلم كقتله لعن المسلم كقتله و أي واحد يلعن هذه اللعنة تدور بين السماء و الأرض إن استحقها من وجهت إليه استحقها و إلا رجعت على اللعن و الله إن الواحد يخاف أنا ما أدري هل هذا يستحق اللعن و إلا لا ما أدري حتى لو كان كافرا حتى لو كان كافرا يعني بعينه فلان بن فلان غير المسلم أنا ما أدري أستحق اللعن و إلا لا لأن ما أدري ماذا يقول إليه أمره و لذلك لا ألعنه بشخصه ألعننا اللعن العام لعنة الله على المشركين على الظالمين لكن فلان بن فلان بعينه و الله إني أخاف أخاف لأن اللعنة هذه تدور بين السماء و الأرض إن استحقها و إلا رجعت على قائله فقولي لهذا الكلام و خاصة أعتقد بأن خالق أكيد رجل كبير في السن و كذا بماذا يلقى الله بهذا اللعن و بماذا يلقى الله عز وجل و ربما هذا اللعن أخذ من حسناته و لا يبقى عنده شيء قال تعالى وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ قال بعض أهل العلم من أهل التفسير يأتي أناس يتوقعون بأنهم سيجدون حسناتهم و إذا بها قد ذهبت ذهبت بالغيبة بالنميمة بالكذب باللعن بشيء من هذا القبيل ما يدري هو يقول هذا الكلام و يحسب بأن الله تعالى لا يحصي عليه و الله تعالى يقول عن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نسأل الله السلام